استضافت كذمية الشرطة دورة اعداد المدربين لتدريب الشراطي السابق للانتشار بعمليات دعم السلام للقوة الافريقية الجاهزة ذلك بمشاركة 22 من الكوادر الوطنية والاجنبية من 9 دول افريقية مساهمات الشرطة المصرية في منظومة حفظ السلام الاممية لم تقتصر على كوادرها الامنية بل امتدت الى تدريب واعداد وتأهيل الكوادر الامنية المحلية والدولية المشاركة في عمليات حفظ السلام بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام باكاديمية الشرطة في هذا الاطار اقيمت بالمركز فعاليات دورة اعداد المدربين للتدريب الشرطي السابق للانتشار بعمليات دعم السلام للقوة الافريقية الجاهزة والتي استمرت على مدار 13 يوما بمشاركة 22 من الكوادر الوطنية والاجنبية من 9 دول افريقية الى جانب خباراء التدريب من ضباط الشرطة المصريين ومسؤول التدريب الشرطي بمفوضية الاتحاد الافريقي ومسؤول التدريب النظر تكون جوار ايضاً ويمكن تسمى على در طائر الوطنية تطور تظهر الوطنية والمحارج والمجهداً تطور بالوطنية ومطر بحديث كل المحارج للتحقيق أتمنى أن أستطيع أن أستطيع أن أستطيع أن أقوم بإمكاني في مكاني وإعطاء أمامي في مكاني الدورة التي عقدت بالتعاون مع مفواضية الاتحاد الأفريقي وقدرة شمال أفريقيا استهدفت توحيد المفاهيم التدريبية لمرحلة ما قبل الانتشار وبناء قدرات الكوادر الشراطية العاملة في هذا المجال لتحقيق السلم والأمن المستدام في أفريقيا حيث تعد هذه الدورة أول دورة تدريبية تعقد بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام عقب صدور قرار اعتماد المركز كأحد مراكز التميز لدى مفواضية الاتحاد الأفريقي مركز بامتياز يشرف العالم العربي فعلا يمتاز بامتيازات كبيرة ونحن كقدرة أفريقية بعد زيارتنا له الزيارة الأولى قررنا أن نبعث متدربين من الشراطة حتى يتأهلوا في هذا الصرح الكبير هذا المركز طبعا يتوفر على بنية تدريبية جيدة سبق للسادة الوزراء الدفاع والأمن بالإقليم أن يعتمدوا هذا المركز كمركز امتياز لتدريب المكون الشرطي تضمنت الدورة على مدار أيام عقادها محافظة وحلقات نقاشية إضافة إلى تنفيذ عدد من السيناريوهات العملية والتي تحاكي الواقع العملي في مهام دعم السلام الميدانية وقد أشهد المشاركون بالتنظيم المتميز للدورة وبالإمكانات التعليمية والتدريبية واللوجستية المتطورة التي يتمتع بها المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة نوعية الدروس والوسائل الممنوحة لنا نقاعات التدريس ووسائل الترجمة وحتى المطبوعات الكتب المطبوعة كله كان في المستوى الحمد لله بنوجه شكري للعاملين في المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام من ناحية المعاملة الاستقبال الكادر بالكامل كان داتا مهنية عالية دور بارز للمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة في تأهيل وتدريب المكون الشرطي في مهام دعم السلام الأممي ليس على الصعيد الوطني فحسب بل على الصعيدين الإقليمي والدولي بإمكاناته المتطورة المركز المصري لتدريب على عمليات حفظ السلام بإمكاناته اللوجستية والبشرية يواصل تنظيم الدورات التدريبية للضباط الشرطة المشاركين في عمليات حفظ السلام لإسقال مهاراتهم لأداء مهامهم الأممية في مختلف مناطق النزاعات عبدالبركات التلفزيون المصري